حلقات النقاش بين الأحزاب السياسية البريطانية قبل الانتخابات هي بمثابة اللوحة التي يرسم عليها مستقبل البلاد بواسطة الوعود الطموحة للناخبين لاستمالتهم للتصويت لصالحهم في لجان الاقتراع التي من المقرر أن تستقبلهم في شهر يونيو القادم برواز هذه اللوحة هو مجلس العموم البريطاني الذي يحتوي على 650 مقعد يستحوذ على أغلبية مقائده حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي التي تسعى لكسب الثقة ولقب المرأة الحديدية الثانية كل صوت لصالحه وتصويت لإحداث الفوضى في الخروج من الاتحاد الأوروبي وكل صوت لصالحه هو دعم قوي لنا في مفاوضاتنا مع الأوروبيين كل صوت يمنح له سيضعف اقتصادنا وكل صوت يمنح لي سيجلب اقتصادا قويا ومزدهرا وهذا ما سيشعر به المواطنون في عموم البلاد ولكن حزب العمال المعارض بقيادة جيرمي كوربين يسعى هو أيضا للفوز بقيادة البلاد عبر إصداره للائحة من المقترحات في عدة قطاعات لها أهمية كبيرة لدى الناخب البريطاني بينما شككت مي في قدرة الآخر على حماية الحدود وتثبيت أمن البلاد في جلسة برلمانية شهدت تراشقا بينهما وفي ظل تفعيل المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي مع الكثير من التحديات والتعقيدات تتراوح استطلاعات الرأي بين قدرة مي في المحافظة على وحدة البلاد بالإضافة إلى الضفر بشراكة جديدة مع الكيان الأوروبي وحول الوعود من الأحزاب الأخرى لحماية بريطانيا من مصير مجهول نقاش حاد داخل هذا المبنى للحصول على أغلبية أصوات الناخبين ومن ثم قيادة بريطانيا لمستقبل جديد بدر العازمية لإخبارية لندن